اهو ماركس جيربيرك ده انا بفكر دايما بمشهد الليمبي هو عمال يسرق الخواص الجديدة من التطبيقات التانية وعمال يحطها في تطبيقاته نفس الكلام ده بيعمله في الفيسبوك بيعمله في انستجرام كل شوية نشوف خبر جديد ان ده بيعمله مع الواتساب ميزة جديدة بيحطها في الواتساب وبنكتشف الميزة دي في الاخر ان هي نفس الميزة دي موجودة قبل كده في تليجرام او موجودة في تطبيق سيجنال اللي هو كان برضو بتاع التواصل الكلمنا عنه قبل كده الميزة جديدة هيضفها الواتساب جاية قريب وطبعا بتشوفها في نسخة تجربية المغلقة للواتساب وبعد كده بتتم اطلاقها للكل لو انت من مستخدمين تليجرام عارف ان فيه حاجة اسمها قنوات القنوات دي اللي انت بتدخل عليها عشان تشوف البوستات بتاعت مثلا حد بيحط اخبار عليها بيحط مواضيع وبتبقى مغلقة على الناشر فقط هو اللي بينشر عليها لكن في الواتساب كان الموضوع ده عن طريق اللينك او دعوات بتبعتها للناس عشان تشترك فيها في التليجرام كان ان انت بتعمل بحث عن القنوات دي وبتلاقي القنوات دي مباشرة فبتدخل عليها كأنك بتدور على الفيسبوك على صفحة او كده بتدخل تشترك بنفسك من غير دعوة ولا لينك الموضوع ده حيتطبق بعد كده على الواتساب ويه حيبقى الميزة بتاعت القنوات الاخبارية موجودة بنفس طريقة اللي هي الموجودة في التليجرام بالزبط فانت الموضوع دلوقتي بقى في ميزات بقى بتيجي دلوقتي هو اه ميزة مهمة ومفيدة لكن بتحس ان هو لا فيسبوك بدأ ياخد الموضوع او شركة ميتة عموما اللي هي ملكة للواتساب والفيسبوك والاستجرام بدأت تاخد الخواص الموجودة في التطبيقات التانية وتحطها من غير ما حد يقولهم انتوا بتعملوا ايه في المنافسة الجامدة دي ما بين التطبيقات هل شايف ان الواتساب لازم يعمل الموضوع ده عشان يقدر ينافس؟ مع ان انا شايف ان هو نقصه كتير جدا عبال ما يوصل للخواص الموجودة وقوة تليجرام في المميزات الموجودة فيه وشوف الحلقة الموجودة هنا لو عايز يشوف ازاي كنا بننقل الداتا بتاعتك والشات بتاعت من الواتساب للتليجرام لو عايز تحتفظ بيه على التليجرام وعايز تقفل واتساب خلاص حلقة الموجودة هنا